عملية تفكيك الجيش العراقي لم تقتصر على لحظة انهياره بعد الغزو وإنما استمرت عملية تفكيك بنيته التي امتدت لعقود طويلة بحيث لا يترك مجالاً لإعادة إحيائه مرة أخرى ولملء الفراغ تم تشكيل جيش جديد لا يمتلك أدبيات وطنية ولا أبعاد استقلالية فكان أشبه بميليشيات عسكرية مهمتها حماية النظام السياسي الفاسد مليارات الدولارات أنفقت وتسليح عسكري كبير وإشراف أمريكي على الجيش الجديد ولكن عند أول اختبار عسكري ثبت فشله من الناحية القتالية الأخطر من ذلك هي الهيكلية الطائفية لهذا الجيش وشحنه وتسخيره ليكون رديفاً للميليشيات لتحقيق الأجندة الإيرانية في عمليات التغيير الديمغرافي والتنكيل بالشعب العراقي مجزرة جبلة التي حصلت قبل عدة أيام تلفت النظر إلى العقلية الطائفية والسلوك الإجرامي الذي يتبناه قادة القوات الأمنية فالأمر ليس مقتصراً على الميليشيات وما نشوء الميليشيات إلا من رحم الظروف التي تأسست بها المؤسسة والعسكرية الحكومية ومن هذه النقطة تنجل الضبابية التي تريد التفريق بين الميليشيات والجيش الحكومي فكلاهما كيانان يخدمان حالة تدمير العراق والتصدي لكل محاولات تخليصه من العملية السياسية الفاسدة الجيش الوطني هو ضرورة يحتاجها العراق للوقوف في وجه الجريمة والتعبير عن هوية البلاد واستقلالها ويكون هو وحده المرجع الوحيد العسكري للبلاد فلا توجد دولة مستقلة في العالم تقبل بوجود كيان ميليشيوي مواز للدولة اشتركوا في القناة